وهي بيوت خاصة بكم تنامون هناك وتمارسونا وكان فندق خمس نجوم وفندق خمس نجوم كنا نقيم به وكل شيء مدفوع وكانت فيه المآدب والخمر والفتيات والمخدرات فتيات أيضا فتيات كانوا كل يوم يأتون بفتيات جديدات إذا ما كانت معهن من كان يدفع هذه الإقامات بالضبط؟ هل لك علم فوثير؟ ليس لعين يعني أنت فقط تقيم تأكل وتشرب وتنفذ الأوامر وتعمل جاسوس والأشرار السبعة كما يقال بندفرين وتذهب نعم هذا سؤال غريب فعلا هذه سكن أنت لم تسأل يوما ما من الذي يشرف على هذه المساكن؟ والله هذا سكن آمن تبع للدولة لأن المعروف يعني الصحفيين كانوا يقيمون في مركب مذافرة كم كنت تتلقى من الأموال مقابل هذه الأعمال؟ والله الأموال كانت مختلفة يعني يعني مش محددة لكن كانت أموال معتبرة لكن يعني يختلف تقديرها من حسب درجة العملية وحسب درجة العمل اللي قمت به يعني لكن مختلفة يعني ولكن مبالغ معتبرة يعني يعني أنت كنت يعني تقيم إقامة جيدة تعتبر من أنا لست فخور يعني بما قمت به لكن يعني هما كانوا بيدفعوا لكل شيء أنا لدي صورة لبيتك الآن هنا في بريطانيا هو يقيم في هذه العمارة في غلاسكو ربما الكاميرا تظهر الصورة يعني أريد أن نعرف أيضا يعني عندما تدخل إلى هذه الإقامة في الجزائر نعم طبعا هذه الإقامة هي في غلاسكو الآن في بريطانيا لمن يتبعنا الآن وليست في جزائر وهذه أيضا بعض المشاهد يعني تحدث لي عندما كنت تدخل الإقامة وأنت مدرب جيدا على الحماية والله كيف يعني هل كانت هناك رقم سري للدخول هل كنت تتأكد لم يكن هناك أي رقم سري لأني أولا أنا لا أسوق دائما كان مونير أو حسان أو عبد القادر أو لياس يسوق بي لما أكون في المهمة يعني هو يديني المكان وبعدين يرجع لي أو يبعثوا واحد يعني من عناصر بتاعهم وفي حياتي الخاصة كان عندي سائق خاص طبعا هذا البيت أنا وكرر هو بيتك في غلاسكو نعم وهذا اشتريته بأموال الله أعلم من أين أتت هذا ملك الخاص ملكك الخاص والأموال من أين جاءت من الله سبحانه وتعالى هكذا كيف نزلت عليك من السماء والله وأتعرف البيت في بريطانيا يعني على كل حسناتي يعني ممكن تأخذ قرض من البنك لكن فيها أشياء أخرى يعني ممكن حصلت على أموال من جهات مخابراتي أخرى من جهات مخابراتي أخرى مخابرات الـ نعم كم دفعوا لك دفعوا لي أربعين ألف أربعين ألف يعني أنت عميل لكل مخابرات الدنيا مخابرات الجزائرية ولك يد أيضا مع المخابرات الـ فقط يعني تشترى بالمهل هكذا والله القضية ليست تشترى بالمهل لا مشكلة لازم نأخذ الأمر هذا من زاوية أخرى وإن في الجزائر قلت لك دعنا في الجزائر على كل حال ما هي وسائل التجنيد أنا أريد أن أعرف كيف تقومون بالضغط على الطالب أو الطالبة لابتزازهم وإغرائهم يعني إذا كان إغراء أو إرهاب كيف الطلب الذكور ترغبهم بالماء عن طريق الترغيب المال والجاه نعم والفتياء طالبة فتياء بالترهيب والتهديد بماذا ترهيبونهم بالاغتصاب وبعدين الفضيحة هل تفرضون عليهم المخدرات مثلا تعطوها حقنا أنا عارف أن بعض أعضاء دياراس كانوا يخدرون للفتياء قبل اغتصابهن أنت متأكد من هذا متأكد من هذا المئة المئة من قال لك هذا أنا لا أريد كلام هكذا على الهواء هذا لأنه حضرت مرتين مرتين كان في عملية اغتصاب في صامتال قام به من مونير وأعرف جيدا أنه خدر الفتتين خدر الفتيات على كل حال لدينا أيضا الطالبة حياة التي ذكرناها في الحلقة الماضية كانت على أبوة بالتخرج أنا أريد فقط لأنه لم نعطي ملحوظة إضافية كيف قتلت وأين تم رمي جثتها؟ قتلت أرمي بالرصاص وتم أرمي جثتها عندما خرج حديقة الحيوانات في بنع كنون هكذا؟ نعم مش بعيدا مقر ديرس لأنها حتى كانت طالبة في محل الصحافة يعني مش بعيد أنت ذكرت من قتلها تماما؟ منير يعني لا جدال في ذلك؟ لا جدال في ذلك متأكد 100% وهل حكم منير؟ منير ما زال حر طريقا إلى الآن أنا خرج نهاية سنة 2000 يعني نهاية سنة 2000 لكن أكيد أنه نصلا ما زال لأنه ما سمعت أي شيء في الأخبار هذه العناصر التي ذكرتها سيدي لأنها للتاريخ تمارس ابتزاز الفتيات والشباب في الجامعات تتناول المخدرات والخمر كانت هناك مآدب جماعية للمخدرات والخمر؟ كان فيه مآدب جماعية وكانوا يأتون بعملاء آخرين التقيت بعملاء آخرين كانوا مختصين في مثال سرقة السيارات فخمة وإعادة بيعها وأيضا تهديد الناس خاصة في منطقة حسن داي ومنطقة شراغة كانوا يهديدون الناس تحت غطاء إرهاب ادفع الأموال أو سوف نأخذ ابنك أو بنتك أو بعد يومين ماذا كان دورك أنت في هذه المهام التحديدة؟ أنا كان دوري هذا هام جداً أيضاً للتاريخ كان عندي دور واحد في معا من هي هذه؟ طالبة؟ لا هذه كانت مكلف مهمة لدى رئيس الحكومة أنا ذاك نعم وهي أول من تحدد الحكومة الجزائرية وفتحت مدرسة خاصة وكانوا يدرسوا فيها أبناء الجنرالات وقادة الدولة وأبناء السفراء مونير خطط عملية إرهابية وأخذ خمسين مليون سنتيم على أساس أنه إرهابي طلب منها دفع الأموال أو سوف يخطف أحد أبناء الجنرالات يعني مونير هذا متمرد على الدنيا كلها؟ مونير هذا لو أذكر لك الأملاك وإقاماته في اليزائر الآن هذا برج وازي وين؟ والله مش عارف الآن أنا لما خرجت كنت عنده تقامات وكانت عنده تجارة الذي جرى أنه أنا كنت أعرف جيدا يعني مونير قال لي لازم تتصل بها ولم تتصل بها قالت لي فيه شيء لازم أنا أتصل بها لماذا؟ يعني أنت ذهبت لها يعني أعطيني فلوس وإلا لا 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 أنا ما ذهبت لها لا مش كده أنا مونير قال لي فيه فرصة ثمينة مع وقال لي هل تعرفها؟ قلت لو أعرفها قال لي اذهب في زيارة خاصة عليها فقط لا أكثر لا أكثر لا قد ذهبت في زيارة خاصة عليها أنا كنت أعرفها منذ سنة التسعين وهذا حدث في أواخر ستة وتسعين قال لي إذهب فقط زيارة مجاملة وحتى يعني هو اللي الداني للمقرم درسة لما ذهبت للمدرسة قالت لي أوه كريم هذه مددت أيام كيف حاله وكذا وكذا وبعدين مونير قال لي ابقى على اتصال معه ومرة مشيت لها قالت لي فيه أمر خطير لازم أقوله لك قالت لي فيه جماعة طلبوا مني خمسين مليون ولا أدري ماذا أفعل لأنها كانت أيضا من قبل تعرضت عملية اغتيال محاولة اغتيال هي نجت وسائقها مات أو قتل لذلك هي خافت قتلها أنا حشوف لك يعني عندي ناس أعرف ناس ربما يقدروا يعني أنت تعلم بأن الابتزاز من مونير نفسه من مونير نفسه المهم مونير غاب يومين وراجع وقال لي وقال لي شي صار قتلوا وطلبوا منها خمسين مليون قالت كله وكذا قال لي كلها لازم تدفع أحسن شيء لا خيار لا خيار أحسن ما يعني يأخذوا واحد من أبناء قادة الجيش أو السفراء أو كذا لأن كانوا يدرسوا أولاد القيادة وبعدين اتصلت بي وقالت لي أوكي أنا حدفى عليهم حددت لهم مكان وحددت لهم مكان مشوا وأخذوا الفلوس وبعدين مونير جاء يضحك وقال لي الفهم يفهم وهي إلى الآن لا تعلم وهي إلى الآن لا تعلم يعني وأنت كنت صاحب هذه المهمات بين ضفرين يعني هي أقل ما يقال فيها أنها مهمات قديرة تبتز الناس وتستدرج الناس لقتلهم وما إليهم ولكن للسائلة نسأل الآن من يتابعنا ويتابع الحلقة الأولى وهذا لماذا قررت الحديث الآن واخذ ضمير يعني أم أنك حاولت ابتزاز السلطة وأخذ أموال فلم تستطع لأننا هنا أقولها وللأمانة حاولت مليون مرة أني أتحدث معك وبطلبك أنت كان الموعد الأول والموعد الثاني والموعد الثالث وكل مرة تخلف والآن أتيت ربما لأنك كنت أيضا تبتز جهات رسمية فلم تجد استجابة فأتيت للحديث لا أنا لما خرجت ما هو السبب الذي دفعك إذن للحديث الآن أولا أنا لم أنتظر إلى سنة 2010 أو 2009 كي أتكلم ثانيا أنا كان عندي اتصال مع الحركة الجزائرية لضباط الأحرار منذ أواخر سنة 2002 وأنا دخلت بريطانيا في 2001 منذ 2002 وأنت على علاقة بأول اتصال بضباط الأحرار بالضباط الأحرار إلى غاية 2005 بمن شخصيا؟ بضع بيت اسمه محمد هذا الذي قال لي أنا كنت أين كان يقيم حينها في 2002؟ والله يعني كيف تحصلت على الرقمة إذا كنت لا تعرف؟ أمره ما أعطاني الرقم بتاعه كان هو يتصل بيك ولما طلبت الرقم بتاعه قال لي لأمور أمنية لكن لمدة أربع سنوات ونحن على اتصال وأخذ هذه الأمور وقال لي أنت تقول كل الحق وبعدين تم حجب موقع بضباط الأحرار أظن عاد في المدة الأخيرة وبعدين كان عندي اتصال مع حركة رشاد حركة رشاد جاء طريقة أخرى ربما سوف ترجع لها يعني رئيسها سيد العربي زيتوت نعم لذلك أنا كما قلت لم أبقى مكتوف الأيدي لكن أنا بشرط منذ 2002 ولن تستطع الوصول إلى أي منبر توصل هذه الرسالة إلا الآن الآن وصلت لأن أولا كنت أيضا أخذ علاج نفسي يعني أنت كنت عاني من اكتئاب أم؟ كانت عندي دبريشن يعني اكتئاب نفسي وكنت تحت معالجة طبية لمدة تقريبا سبع سنوات وما زلت أخذ الأدوية إلى الآن ما هي أسباب هذا الاكتئاب برأيك؟ الاكتئاب هو الماضي القذر وهذه التجربة القاسية وهذا ما قمت به اتجاه الشعب وأيضا ضد المصلحة العليلة للوطن يعني سنعود لهذا ولكن أنا أريد أن أعرف كيف غدرت الجزائر في سنة 2000 يعني قمت بعملية تموية كيف استطعت؟ نعم ولماذا قررت أن تهجر هذا الواقع؟ أولا أنا بعجالة لأنه بصراحة الوقت نعم نعم أنا كنت أحاول أن أخرج من هذا الجحيم منذ سنة 92 لكن عبدالقادر كان دائما يهددني بالقتل أو قتل والدتي وهذا أمر لن أقبله قتلي نعم لكن والدتي لا لما توفيت والدتي رحمها الله ألف وتسامية وستة وتسعين أصبحت أفك جديا في الرحيل من هذا الجحيم نهاية ألفين شعورا بالذنب أم لأن والدتك توفت؟ لا، كان شعوري بالذنب وكان شعوري أني لو خرجت قبل وفاة والدتي سوف يكون يعني يمارسون أبتزاز يعني عملية أبتزاز ضدك ويكون إحساس بالذنب مرتين يعني ما قمت به وأيضا الوالدة لذلك أنا في نهاية سنة 2000 تزوجت في شهر نوفمبر في الثاني من نوفمبر 2000 وطلبت شهر عسل وعبد القادر نظم لي رحلة إلى ماليزيا وهناك التقيت بابن عباسي مدني أسامة عباسي هناك يعني أنا كان عندي نظام يعني للخروج نهائي من الجزائر زوجتي لم توافق يعني في ماليزيا قالت أنا لن أوافق على أن أبقى خارج الجزائر وكانت حامل في الشهر الثالث ورجعت الجزائر في 16 جامبي 2001 وتركتك وحيدة وتركتني وحيدة والسفارة استغلت يعني أنا لم تصع العيش معك ربما نعم لأن أظن أن كان عندها إحساس أنك كان في شيء غريب لأن كنا في شهر عسل وكنت أتركها يوميا وحيدة لأن كانت الناس من السفارة التصل بي أعظم السفارة وكانوا يقولون في أعوامر جتم من الجزائر قلتم أنا في شهر عسل لكن أنا كنت أموي لكي أكسب الوقت يعني أنت خرجت من الجزائر بالتمويه وتريد أن تغادر هذه المهنة القدرة ولكننا في ماليزيا خلعت من جديد لأنك أنت يسيل لعابك كما ما الأموال والجهر لا سوف أشرح لك أموال نعم لكن هناك شيء أنهم طلبوا مني طلب قدر في ماليزيا وهو قتل ابن أباسي مدني و أسامة مدني هذا سنة سنة 2001 سفارة بالحفر الواحد نريد أن نرجعه إلى الجزائر في تابوت ماذا قلت لهم؟ قلت لهم لا